مرحب، اليوم معريكم كيفية استخدام قوالب التقطيط في بليتس ريبورت إذا أخونا نفتح نموذج بليتس ريبورت أولاً هنا من خلال هذا الرمز الخاص ببرنامج إكسل والآن خلنا نشغل تقرير مسار المدفوعات والفواتير حالياً يجب أن تشغله بدون قالب الحقل الأول هو اسم التقرير الحقل الثاني هو اسم القالب على ما تؤمني بتشغله بدون قالب فإن التقرير يحتوي ببساطة على جميع أعمدة التقرير السطر الأول ثابت وتم تعيين الفلترة التلقائية والآن هنا على هذه الشاشة الحقل الثاني هنا هو اسم النموذج يمكنك إما اختيار نموذج من النماذج الموجودة أو يمكنك إنشاء نموذج جديد لذلك دعونا نضغط على زر النموذج جديد إما بتفتح لنا شاشة القالب وفي هذه الشاشة يمكننا اختيار الأعمدة اللي منرغب في رؤيتها بشكل افتراضي يتم اختيار جميع الأعمدة ولكن يمكننا على سبيل المثال تحديد أننا نرغب في رؤية أعمدة معينة فقط هكذا أيضا النقر المزدوج وأيضا يمكنك تمييز عدة صفوف باستخدام مفتاحي Shift و Control ثم يمكنك استخدام مفتاح السهم وإذا كنت ترغب في تحريك الأعمدة لأعلى أو لأسفل أو ترغب في تحديد الاختيار الجماعي وأن يمكنك القيام بذلك بهذه الطريقة في المرة القادمة التي تقوم فيها بتشغيل التقرير سيفتح ملف يحتوي فقط على الأعمدة المحددة مثل هذا وهنا منك حيلة صغيرة إضافية إذا كنت ترغب في نقل جميع قوائم الأعمدة إلى موقع محدد على سبيل المثال يمكنك فقط كتابة رقم الموقع الجديد على سبيل المثال الآن موقع واحد ثم سيتم نقل جميعها إلى الأعلى هكذا لذا هو الاختيار الأعمدة يمكنك أيضا استخدام التجميعات هنا في حال كان عندك مجموعة بيانات كبيرة جدا يمكنك تجميع البيانات مسبقا ويمكنك تعريف ترتيب الفرز وما إلى ذلك ويمكنك على سبيل المثال استخدام ميزة تقسيم الورقة هنا لذلك إذا استخدمت ميزة تقسيم الورقة فهذا يعني أن خلال أنت مجبتين هنا لكن نجعلها متعلقة بفئة المعاملات وهذا يعني أنه إذا قمنا بتحديد فاصل ورقة بناء على فئة المعاملات فإن ملف الناتج سيتضمن أوراقا مختلفة لكل قيمة من قيم فئة المعاملات الآن يتم فتح الملف مرة أخرى ترى هنا في ملف الإكسيل عندنا الآن ورقة واحدة للإسترداد واحدة لمذكرة الإتمان وهكذا واحدة للضمان أي أنه فيه ورقة مختلفة لكل فئة من المعاملات وفي النهاية عندنا ورقة المعلمات اللي تقدم مسار التدقيق للتقرير وينوى على الشاشة عادة هذه وظيفة فاصل الورقة معظم المستخدمين غالبا ما يفضلون تجميع البيانات في محور ويمكن القيام بذلك هنا على الجانب الأيمن لذا يمكننا استخدام هذه الحقول من الفلاتر والأعمدة والصفوف والقيم لتجميع محور لذلك عندنا المزيد من الألسنة هنا مثل ما ترى عندنا تحميل إكسل وهو تحميل إكسل يمكنك إنشاء بياناتك الخاصة يمكنك إنشاء تنسيقات خلال الخاصة مباشرة في إكسل ثم تحميلها كقالب تنسيق ولدينا هنا خيارات المشاركة هذا اللي جعلت النموذج متاحا لمستخدمين مختلفين ثم في الورقة الأخيرة يمكن استبعاد المعلمات يمكنك على سبيل المثال إنشاء نموذج يحتوي على قائمة مبسطة من المعلمات من المعلمات بحيث يكون من السهل والأسرع إدخالها فلنبدأ بتصميم المحور دعونا نجمع المبالغ فلنقم بتصفية جميع المبالغ ممكننا أعضى استخدام حقل الفلتر هنا في الأعلى للعثور بسرعة على أسماء الأعمدة تخطينا أن نضيف العملة إلى الأعمدة نحن نستخدم الحقول هنا تماما بنفس الطريقة زي ما في إكسل الفليتر الأعمدة الصفوف والقيم ومن ثم يحتوي ملف الإخراج على ورقة محورية إضافية هذه الورقة الأولى تحتوي على البيانات التفصيلية والورقة الثانية تحتوي على المحوريات الخاصة بالبيانات هنا عندنا التفاصيل وهنا عندنا الورقة المحورية والآن يمعونك تطبيق تعديلات إضافية في إكسل ثم استخدام الملف بأكمله كنموذج تخطيطي لذا يمكنك على سبيل المثال دعني أقدم مثالا وإدراج العملة كمفتاح تصفية بدلا من ذلك جعلها أكثر تفاعلية مثل سهاذي كوه حسنا وازم يمكننا إدراج مخطط دائري للمبالغ سوف نفعلها بهذه الطريقة ويمكننا أيضا إدراج محور إضافي هذه مجرد مثال بحيث يمكننا في الأساس استخدام أي وظيفة قياسية فعلية ثم تحميلها كقالب وبعد ذلك سيتذكر التقرير ذلك التصميم لذا دعني أوضح لك كيف يتم ذلك فيمكنك على سبيل المثال نعم الآن أريد أن نعوش جميع المبالغ المستحقة حسب العميل مع عرض أكبر العملاء في الأعلى ويمكننا أيضا إدراج لعنا نغير اللون ويمكننا إدراج لنقل شعار الشركة أم أيضا هنا بورقة البيانات يمكننا أيضا تطبيق تعديلات يمكننا على سبيل المثال إضافة تنسيق شرطي للبيانات أو يمكننا أيضا تغيير النمط لنفترض أننا مريد الرقم العكسي فياطة مختلف شيء من هذا القبيل يمكنك أيضا نتسان في أعلى البيانات إدراج صفوف إضافية ثم إضافة دالة هناك لذا على سبيل المثال يمكنك إضافة دالة الإجمالي الفرعي لتلخيص مبالغ الفواتير للسجلات التي قمت بتصفيتها حاليا حسن لنفترض الآن أننا نرغب في حفظ قالب التخطيط هذا الملف موجود على حاسوبي المحمول حاليا في مجلد التنزيلات لذلك سأحفظه في مجلد التنزيلات وهنا في القالب عندنا هذه الخاصية لرفع ملف إكسل نعمل تحميل التصميم بطريقة تكون فيها بتحديد تقرير بلتس الخاص بك متضمنا جميع البيانات ثم يتيرفقه بالقالب مثل هذا وبمجرد أن تقوم بإرفاق قالب التخطيط وفي المرة التالية التي تقوم فيها بتشغيل التقرير مرة أخرى لنقوم بتشغيله مرة أخرى مع معايير مختلفة لنفترض لتاريخ مختلف عام 2009 بدلا من عام 2024 وما يفتح ملف الإخراج بنفس التصميم بالضبط بس ببيانات جديدة فإنه نفس التصميم بس عندنا بيانات مختلفة أيضا في وراءة البيانات عندنا تاريخ من سنة 2009 الآن إذن سنة ما تهدش البيانات ويبقى التنسيق كما هو تماما هذه هي وظيفة تحميل القوالب وفيه شيء جدير بالذكر قد تكون لاحظت أنه في اللحظة اللي قمنا فيها برفع هذا القالب من إكسل أنه هذه الأسهم هنا لاختيار الأعمدة أصبحت غير مفعالة وأيضا الجدول المحوري هنا غير مفعال وهذا يعني ممكنك إمانة شو عندك قالب تخطيط محمل أو ليمكنك تحديد الأعمدة تنس هنا من النموذج إذا يمكنك أيضا إزالة القالب مرة أخرى وشوف عندها اختيار الأعمدة والجداول المحورية متاح مرة أخرى لكن خلينا نزوم بتحميله مرة أخرى لأننا نود الاحتفاظ به إذن هذا هنا إلينا تم تحميله مرة أخرى لنفترض أنه نرغب في جعل نموذج التخطيط هذا متاحا للمستخدمين الآخرين في هذه الحالة سنحتاج إلى إضافة المشاركة لأن النموذج يكون غير مرئي افتراضيا النموذج تكون مرئية فقط للمستخدم اللي قام بإنشائها لذلك هم المالكون وفقط هم يمكنهم رؤية وتعديل النموذج لكن الآن نحن مسجلون باسم انجنتيك لذا يمكننا مثلا مشاركة النموذج على مستوى الموقع هذا يعني أننا نشاركه مع الجميع في النظام فلنفقد كل من عنده حق الوصول إلى التقرير في المقام الأول لذلك أن مفهوم الأمان هو أن المستخدمين يحتاجون إلى حق الوصول إلى التقرير لأن هذا هو أمان البيانات اللي يحدده الأشخاص اللي عندهم حق الوصول إلى التطوير ثم يمكن للمستخدمين إنشاء قوالب التخطيط الخاصة بهم ومشاركتها مع مستخدمين آخرين فيتحونا أيضا نغير الاسم لنقول إنه هذا هو داش كنته بإعطاء مثال كهذا ليكون أكثر دلالة والشي الآخر اللي ذكرته هنا على الجانب الأيمن هو أنك عندك علامة تبويب للمعايير وإذا كان عندي قائمة طويلة من المعايير وتعرف أنك ممتق بتشغيلها باستخدام رقم العميل على سبيل المثال فيمكن تإزالة تلك المعاملات فقط للقالب لنفترض أيضا أن لا نريد النوع ومندوب المبيعات لذا ترى وربما التواريخ التواريخ التي لا نحتاجها أيضا تاريخ البدء منخفض وتاريخ النهاية عالي لذا ترى يمكنك إنشاء قائمة مبسطة من اختيارات المعاملات زي كذلك نعليك مفيدة إن ون نعود الآن إلى شاشة تعديل القالب الآن تم مشاركة القالب مع المستخدمين الآخرين والعديد من المستخدمين الآخرين يمكنهم الوصول إلى القالب ولكن لا يمكنهم تعديلها لأنهم ليسوا المالكين لذا دعونا نفترض أن لديك سيناريو مثل هذا لنقوم باختيار قالب مختلف لتحديد قالب مختلف يمكننا أيضا أن نقرأ المزدوج هنا على اسم القالب ثم اختيار قالب مختلف هنا تشوف المالك ونستكحنوا الآن مسجلين الدخول باسم Ingenetic إذا كل هذه هي القالب الخاصة بنا ولكن على سبيل المثال هذا النموذج من مستخدم يسمى User ذلك هذا النموذج ما هنا المالكين له مما يعني أنه ما نقدر تعديل القالب ولا يمكننا أيضا إزالة ملف الإكسل المرفوع وما إلى ذلك إذن يمكننا استخدام القالب خلينا نشغله فقط ربما لك أنه يقول جدول محوري مع رسوم بيانية نعم إنها أيضا مخطط ملون دعنا نفترض أنه سنرغب في تعديل هذا النموذج أيضا يمكننا عمل نسخة منه هنا في القائمة حيث لديك إمكانية نسخ النموذج فأمنا بإنشاء نسخة من القالب والآن نحن نملكه ويمكننا تعديله هكذا تعمل ميزة المشاركة ونسخ القوالب وهناك خيار آخر الآن لقد قمنا بإنشاء قالبين دعني أعو إلى القائمة قد قد إنشأنا نسخة وإنشأنا مثال لوحة التحكم الخاصة بنا هذه هي القوالب التي أمنا بإنشائها للتو لنفترض أنك ترغب في إزالة القالب مرة أخرى يمكنك الذهاب إلى تحرير القالب هنا ويمكنك بكل بساطة نفترض أنه مرغب في إزالة النسخة يمكنك اختيار النسخة وما تكون في حقل اسم النموذج يمكنك النقر على أيقونة الحذف هذه ثم الحفظ وبعد ذلك يتم إزالة النموذج يمكنك أيضا استخدام البعث باستخدام التحكم F11 للتنقل عبر جميع القوالب لديك لرؤية المحتوى التي تحتويه لذلك هذا ممكن أيضا وإذا كنت ترغب في إنشاء قالب جديد يمكنك القيام بذلك بطرق مختلفة يمكنك إما القيام بذلك من هذه الشاشة بالنقر هنا على هذا على مزائد جديدة ثم لديك قالب جديد قد تلاحظ أنك الآن أنشأت هذا القالب الجديد ولكن الاسم غير نشط لذا لا يمكننا حفظه بعد وهنا الزر يقول إزالة وإغلاق والسبب هو أنه لم نقم بأي تعديلات بعد إذا لا يوجد سبب لحفظ القالب إذا لم تقم بتعديل أي شيء لأنه سيكون عندك نفس التخطيط تماما كما لو كنت تديره بدون قالب على الإطلاق لذلك لحفظ القالب نحتاج على الأقل إلى نقل لون ما ثم تكون هواسي يمكنه إدخيل اسم القالب تسميته قالب اختبار مثل هكذا يمكن إنشاء قوالب جديدة الطريقة الأخرى هي أن تقوم بمسح اسم القالب من هنا ثم تضغط على زر الخروج ومن ثم يظهر زر القالب الجديد مرة أخرى وتكون على الشاشة مرة أخرى مع قالب جديد هكذا هي الطريقة لإنشاء قوالب جديدة في ميزة أخرى إنسأل القوالب ليعون ما أظهرها بعد وهي إمكانية حفظ القيم الإفتراضية للمعلمات ضد القالب ويتم ذلك هنا من خلال هذه القائمة لذا خلينا نفترض أن نود العودة إلى مثال لوحة التحكم هذه هنا أن نود تشغيله دائما لأكبر العملاء فقط خلينا نشغله أولا لكل شيء لذلك كان هذا مثالنا ولنفرض أن نود تشغيله دائما هؤلاء العملاء الكبار فقط عندها يمكننا أولا نسخ قيم المعلمات وأسماء العملاء هنا استخدم وظيفة القيم المتعددة هنا في حقل اسم العميل وهكذا الآن عندنا التقرير يعمل فقط لهؤلاء العملاء خلينا نلقي نظرة على ملف الإخراج حسنا شيء مسلسى ستزالنا نفترض أن نرغب في حفظ هذه القيم للمعايير أسماء أكبر العملاء كإعداد افتراضي في القالب قيم افتراضية للمعلمات يمكننا القيام بذلك هنا في قائمة الأوامر ثم نضغط على حفظ إعدادات المعلمات الافتراضية للقالب وهذا يعني أنه الآن عندما نختار هذا القالب يمكننا أيضا إعادة تسميته لنقول العملاء الكبار فقط كلما اخترنا قالبا فإنه تلقائيا يستخدم قيم هذه المعلمات أيضا لذا يمكننا إزالتها وفي المرة القادمة اللي نختار فيها قالب العملاء الكبار فقط هتشوف أنه يحتوي على هذه القيم أن كان هذا مقدمة سريعة لكيفية عمل هذه القوالب في بلتس ريبورت شكرا للمشاهدة